تعالوا نتابع اللقاء اللي عملته زملتنا أميمة تمام مع المهندس أحمد إبراهيم غزالي خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل تنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة وزاي يقدر أنه يتجاوز كل مراحل التدريب داخل الأكدبية أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وعودة مرة أخرى إلى منتدى شباب العالم في ساعته الأخيرة وفي نسخته الرابعة ها هو قد شرف على اندهاء ينضم إلينا ومعكم أيضا مهندس أحمد إبراهيم غزالي خريج البرنامج الرئاسي تأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة أهلا بحضرتك أهلا بك فرصة صعيدة جدا أهلا بك مبروك التخرج الله يبرك في عمرك فرصة أهلا بحضرتك يعني عايزين نعرف من حضرتك يعني برنامج التأهيل يعني أضاف لحضرتك إيه النهاردة في يوم التخرج ما هي محصلة هذا التأهيل البرنامج الرئاسي هو مثل بالنسبة لنا حلم كبير قوي برنامج التنفيذيين بالأخص لأنه حدد فئة عمرية من سن 30 إلى 45 سنة فيحنا لما نضمنا للبرنامج كنا بالفعل حركنا الحياة العملية فيما لا يقل عن 10 أو 15 سنة وبالتالي احنا كنا في انتظار حدث يجدد بلوارة أفكارنا مرة تانية بعد ما قضينا فترة في الحياة العملية وكلنا تابعين للجهاز الإداري للدولة طبعا قدرنا نخرج بخبرات كبيرة جدا خبرات موسعة البرنامج راعة أنه هو يحط أكتر من جهة تشتغل مع بعضها في نفس البرنامج فترة معايشة كمنا لمدة سنة معنى أصح احنا 65 فرد مسلنا 41 جهة في الدولة حضرك لك أن تتخيلي كل واحد له جهته ووجهة نظره اللي شايف الدولة من خلالها أنا مثلا في قطاع البترول فشايف الدولة من وجهة نظر قطاع البترول في البرنامج من خلال فترة المعايشة شفت 41 جهة في الدولة إزاي بيتم من خلالهم صنع القرار وده الكنسيات الرئيس معنى بيف أكتر من المناسبة لما قال إحنا عايزين نعد رجال دولة فراجل دولة لازم يبقى عارف إزاي بيصنع القرار إزاي أجهزة الدولة بتتناغم مع بعضها علشان في الآخر توصل للنتائج المرجوعة وده أكبر حاجة حصلنا عليها من البرنامج يعني روية حضرتك من خلال نحارتك بتقول من الزاوية اللي حارتك زاوية تخصصك حارتك يعني من وزارة البترول وتتعمل في هذا المجال وتعمل في وزارة البترول يعني وجهة نظر حضرتك إيه الإضافة اللي تمت بفعل من خلال البرنامج الرئاسي الإضافة اللي أضافها للبرنامج حاجة مهمة جداً أولاً في مشاريع مشتركة بتتمفل جهاز الإداري كمالاً للدولة مما فيها وزارة البترول زي مثلا مشاريع التحاول الرقمي وأنا بأشرف بأن يكون أعوض لجنة التحاول الرقمي التابعة لوزارة البترول فلما شفت الخبرة اللي أنا خدتها جوه قطاع البترول قدرت أفيد بها أماكن تانية من زملائنا اللي كانوا لسه بيبدأوا المشروع في وزارة البترول وصلت لمرحلة متقدمة شوية من التحاول الرقمي أكتر من بعض الجهات وبالتالي زملائنا استفادوا مننا في نفس الوقت إحنا قدرنا إن إحنا برضو نشوف الحاجات اللي إحنا كان ممكن نحسن بها في المشروع التحاول الرقمي وهو وزارة البترول وتم طرحها في جهات أخرى وبالتالي أنا أقدر رديف للمجال بتاعي تبادل المعرفة شيء طبيعي أنه هو بيثري العملية نفسها وبيوصل للقرار الأفضل وبيوصل للأداء الأفضل أنت بحضرتك عن منتدى شاب العالم في هذه النسخة فرصة في منتهى الجمال فرصة تمت طبعا يمكن حرمنا العام الماضي من المنتدى نتيجة ظروف الجائحة ولكن النهاردة الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا قدرنا مرة تانية إن إحنا نتواصل والشباب العالم جاء وشاف مصر قد إيه بتتغير سنة عن سنة تتغير للأحسن الحمد لله رب العالمين شفنا انطبعات إيجابية كتير 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 ويمكن الختام النهاردة الحفلة الجميل دولة الشرف بحضور فخامة الرئيس وقيادات الدولة كلها أثبت للعالم قد إيه الحمد لله إحنا ماشينا عن طريق صحير شكرا جزيلا لحضرتك مهندس أحمد إبراهيم غزالي خريج البرنامج الرئاسي لتأهيد التنفيذين لقيادة الدفعة السلسة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام وعودا إلى الستوديو شكرا لكم اشتركوا في القناة